الحادي والعشرون من سبتمبر لم يكن مجرد انقلاب يستهدف السلطة فقط بل يمثل أيضا نكبة يمنية نظرا لتأثيراته الخطيرة على الوحدة الوطنية وكل نضالات اليمنيين من أجل دولة تمثل كل تطلعاتهم بانقلاب ميليشيا الحوث انفرط عقد الدولة الواحدة وانمت المشاريع الطارئة وعادت تلك الآفلة غريبة الاستعمار والإمامة والتي ما كان لها أن تجاهر بأوهامها لولا سقوط دولة اليمنيين في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 بعد صنعاء أرسل الحوثيون وصالح ميليشياتهم إلى عدن وقبل هذه الخطوة كانت جماعة الحوثي قد تمكنت من حشد تأييد بعض قوى وشخصيات الحراك الجنوبي وفقا لتفاهمات برعاية طهران تؤكد أن ما قامت به الميليشيا في صنعاء ما هو إلا خطوة أولى على طريق الانفصال الذي يطالب به هؤلاء خلال الأعوام الثلاثة بين ثورة فبراير الشعبية وبين انقلاب تحالف الحوثي وصالح تصدرت القضية الجنوبية مجمل نقاشات المشهد السياسي اليمني وأنجزت وثيقة الحوار الوطني عددا من التوافقات للذهاب نحو دولة الشراكة والعدالة والمسواة الملبية لكافة تطلعات فئات الشعب اليمني قطع انقلاب تحالف الحوثي وصالح الطريق أمام التوافقات المنجزة بين القوى السياسية والاجتماعية اليمنية والاجماع الوطني لحل القضية الجنوبية وضمان الشراكة الوطنية ورد مهوة الاقتصاد والتهميش التي أحدثتها سياسات نظام صالح عاد حكم السلالة بانقلاب الحوثيين شمالا لتكبر أحلام التشطير جنوبا وبدى المسرح اليمني مفتوحا لكل المشاريع والأجندات الإقليمية والدولية ليصبح المشهد كما كان قبل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وليؤكد مجددا أن الإمامة مفتاح التشطير وبوابة الاستعمار والتدخلات الخارجية وهكذا اكتملت الحكاية أعادت الإمامة اليمنيين لثالوث الفقر والجهل والمرض كما أعاد مشروعها التدخل الخارجي ومشاريع التشطير والتمزيق إلى أكثر من دولتين فرحلة التشغي الآن ستمضي لتذهب باليمن إلى أكثر من شطر ومن مشروع ولتذهب نضالات اليمنيين وتضحياتهم طوال العقود الماضية هباء دون فائدة